بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلبة وطالبات الصف الأول الإعدادي أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد مع فرع الإحصاء النهاردة هنشوف مع بعض المنوال عارفين أن المنوال واحد من المقاييس التلاتة لقياس النزع المركزية خدنا مع بعض بداية المتوسط الحسابي أو الوسط الحسابي اللي كنا بنجيب بالوسط عن طريق مجموع القيم الموجودة على عددهم وبعد كده اتعرفنا على الوسط والوسط هو تاني مقاييس النزع المركزية اللي كنا بنقول فيها هي القيمة التي تتوسط مغموعة من القيم بشارط أنها تكون مرتبة تنازليا أو تصاعديا ودي كانت لها حالتين حالة لما يكون عدد القيم فردي فبيكون الوسط موجود بنفسه وفي حالة لما يكون عدد القيم زوجي فالوسط هو المنتصف المسافة بين العددين الموجودين في منتصف القيم النهاردة حنشوف المفياس التالت وهو المنوال المنوال عندنا لمجموعة من القيم بقول تعرفها هي القيمة الأكثر تكرارا في مغموعة القيم أو في بعض الأحيان بيسموها القيمة الأكثر شيوعا في مغموعة القيم وده درس من الدروس السهلة جدا لأنه بمجرد النظر بعرف أجيب المنوال على طول بمعنى أنا عندي مجموعة قدامكم من القيمة هي هي عبارة عن عشرين وثلاثتاشر خمستاشر ثلاثتاشر اثنين وعشرين أعتقد بمجرد مقاردهم عرفت المنوال لأنه احنا اتفقنا مع بعض المنوال هي القيمة الأكثر تكرارا في مغموعة القيم وأعتقد قدامنا دلوقتي أن الثلاثتاشر هو العدد اللي يعتبر القيمة المنوالية لهذه القيم بمعنى وجود الثلاثتاشر مرتين في حين أن باقي القيم موجودة مرة واحدة بس أصبح الثلاثتاشر هي القيمة الأكثر تكرارا وبالتالي المنوال هو الثلاثتاشر نجل اللي بعدية أوجد المنوال لمجموعة القيم اللي قدامنا دي نحاول نشوف دلوقتي إيه القيمة الأكثر تكرارا واضح دلوقتي فعلا أن العدد اتناشر متقرر ثلاث مرات في حين أن باقي القيم مش متقررة والعشرة متقررة مرتين يعني أنا عندي العدد عشرة متقرر مرتين والاثناشر متقررة ثلاث مرات يبقى كده نقدر نقول أن المنوال هنا هو الأكثر تكرارا يبقى اتناشر حد دلوقتي يسأل لي قلي القيمة اتناشر وخمستاشر واثناشر وعشرة وخمستاشر وثين زائد اتنين هو خمستاشر اوجد قيمة سين ايه معنى التمرين ده؟ طب ما هو دلوقتي عطيني المنوال خمستاشر ما لو عايز مني ايه؟ قال لي هو بتقيمة سين اللي هتخلي المنوال خمستاشر طب خلينا نتبع الموقف كده أنا عندي اتناشر اتناشر متقررة مرتين وخمستاشر وخمستاشر متقررة مرتين يبقى عشان المنوال يطلع خمستاشر يبقى لازم القيمة اللي هتتحط مكان سين زائد اتنين فهي كمان بخمستاشر يعني سين زائد اتنين بخمستاشر ومن هنا قدر اقول ان السين بتساوي خمستاشر نقص اتنين تطلع تلاتاشر يبقى احنا هنا لو حطينا سين بتلاتاشر هيبقى تلاتاشر زائد اتنين بيساوي خمستاشر نبص بقى المغموعة القيم أصبح الخمستاشر مكررة أكتر من غيرها وهي ثلاث مرات نشوف فكرة كمان أكمل ما يأتي هنا المنوال لمجموعة القيم خمسة تسعة سبعة تسعة بمجرد ما قاردهم عرفت المنوال هو الله ينور عليكم هو فعلا تسعة المنوال لمجموعة القيم نبدأ نشوف دلوقتي لو في عدد من الأرقام متكررة نشوف من المتكرر أكتر من الثاني أنا هنا عند الأربعة متكررة ثلاث مرات أدي أربعة 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 والخمسة متكررة مرتين خمسة وخمسة يبقى مين ليكسب المتكرر أكتر لأن احنا قلنا من تعريف المنوال هو القيمة الأكتر شيوعا يبقى كده فعلا المنوال هو أربعة مش خمسة رقم ثلاثة بيقول لي إذا كان المنوال لمجموعة القيم خمسة سبعة أربعة ألف زائد واحد ستة أربعة المنوال بتاع هذه القيم هو أربعة يبقى يعترى ألف بكامل معنى أن يكون المنوال أربعة يعني معنى كده أن العدد أربعة هو المتكرر أكتر من غيره نبص كده عندي يبقى معنى كده أن الألف زائد واحد لازم تكون بتساوي أربعة يبقى ما تسرعش بقى وقت بألف بأربعة لا ده ألف زائد واحد هي اللي بأربعة يبقى بقت معادلة عشان حلها يبقى ألف بتساوي إلي عدد زائد واحد بيساوي أربعة ببساطة يبقى الألف بتلاتة يبقى كده لو حطنا تلاتة مع الواحد هيبقى تلاتة وواحد بيساوي أربعة وفي الحالة دي يبقى لعدد أربعة ما تكرر أكتر من غيره وفعلا يكون هو المنوال نجي للسؤال اللي بعد كده ثمستاشر وتسعة وثين زائد اتنين نشيل القيم دي كده عشان نشوف المسألة بنقول هنا خمستاشر وتسعة وثين زائد اتنين وتسعة وخمستاشر منوال هذه القيم هو تسعة أعتقد بقى عرفنا الطريقة يبقى ثين زائد اتنين بتسعة ومن هنا ثين بتساوي سبعة رقم خمسة إذا كان منوال القيم هو ستة يبقى المفروض أن العدد ستة هو المتكرر أكتر من غيره يبقى هنا دلوقتي أنا عندي ستة وستة ثمانية خمسة يبقى معنى كده إن كده كده المنوال هو ستة من غير محتاج سينة اتنين هنا بقى فكرة حلوة قوي يعني معنى كده إن هذه القيم منوالها ستة حتى من غير محتاج سينة اتنين يبقى كده ممكن حط سين بأي قيمة حتى لو كانت ثمانية ليه بقى؟ لأن هنا سواء نسين ناس اتنين تلعب بستة أو غير ستة يبقى معنى كده إن الستة لازم تكسب قال لي لا استنى يا مستر لا ده كده في حاجة مش مضبوطة طب افردين إحنا دلوقتي حطينا بدل السين عشرة يبقى عشرة ناس اتنين بقى التمانية الله ده كده بقى فيه ستة وستة وتمانية وتمانية ده كده بقى المنوال يا مستر ده بقى تمانية وستة آه فد فعلا يبقى العملية مش عشوائية بقى لأن لو حطيت عشرة هيبقى تمانيتين وكمان ستة وستة يبقى أصبح فيه سراع بين الستة والتمانية لا ده أنا عايز الستة يليه أكتر يبقى أحط أي حاجة مع عدل عشرة لأن العشرة دي اللي دخلتني في الجدل يبقى قادر أقول إن سين أي عدد مع عدل العشرة وكل الكيم صحيح طب إحنا دلوقتي يا مستر لو حلت في الامتحان وحطيت أي إجابة حتى تحسب صح أيها طبعا عشان كده ساعات الامتحان يجيب لي السؤال ده في اختيار من متعدد يبقى في الحالة دي هاختار القيمة اللي هي غير العشرة سؤال فكرته حلوة جدا طيب دلوقتي حنشوف شكل آخر لإيجاد المنوال وهو المنوال لتوزيع تكراري بسيط يعني إيه بيكون عندي في المنوال درجات وتكرار الجدول الأدامي ده اسمه توزيع تكراري بسيط بمعنى إيه؟ إن أنا عندي مثلا 23, 26, 30, 35, 39, 42 دي مجموعات أو قيم أو درجات بيقابلها تكرار معنى إيه تكرار؟ معناها إن الجدول الأصلي هو 23 متكرر 9 مرات يعني مثلا دي لو أطوال أو أوزان هنلاقي إن إحنا عندنا 9 أفراد وزنهم 23 يبقى كل عدد من دول تكرارها موجود تحتيها طب دلوقتي مطلوب إيه؟ عايز مني القيمة المنوالية يعني عايز المنوال لهذا الجدول طب أنا هجيبه إزاي ده أنا ما عنديش الأرقام عندي قيم فوق وعندي عدد تكراراتها في الخانة اللي تحت دي يبقى دلوقتي حبدأ أدور في التكرار فين يا ترى أكبر تكرار 13 هل معنى كده إن القيمة المنوالية هي 13؟ لا يا شباب إحنا اتفقنا مع بعض القيمة المنوالية هي القيمة الأكثر تكرارا فأنا دلوقتي اكتشف مين القيمة الأكثر تكرارا أيوة هي فعلا 30 الله ينور عليكم التقويم اللي قدامنا دلوقتي إحنا ممكن نرجع له ونأكد فهمنا لحسة النهاردة بكده يبقى نهينا ثالث مقياس من مقاييس النزعة المركزية وهو المنوال عرفنا إزاي بنجيب المنوال لمجموعة من القيم وكمان عرفنا إزاي بنجيب المنوال لتوزيع تكراري بسيط أشوفكم على خير في لقاء جديد والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة